كنت نعلاق ألف مبروك، ثلاث نوات مهمين جداً في الصراع على القرنة. الأهم حاجة تلاحظت مبارات النهاردة الثلاث نقاط مهمين جداً. ستبقى مشكلة لو حصل حجر النهاردة. لأن المنافسين فازوا النهاردة. ذو كان الزمالك، فما كانت شافة نهاردة يحصل أي تعصر لك بالتعادل. فأهم حاجة النهاردة الثلاث نقاط في مبارات كده. أنا مش عايز حلوة أداء، مش عايز شكل جمال، أنا عايز ثلاث نقاط. بس إذا ما نرجع لنفس الكلام بتاعنا اللي بنقوله والجمهير النادر اللي بتردده. أنت محتاج مكسب ومحتاج أداء مقنع. الناس بتحب تفرج عمرات الأهلي، مش لازم على عصابها لحد الوقت بدل الضايع. ليه أنا ما جيبش هدف واثنين وثلاثة وأقدم مباراة بهدوء خالص، هدوء لكل الناس. هدوء للجماهير هو دي المدير الفني، هدوء لللعيب، عايز أغير، عايز أدى واحد وقت شوية. أنت ممكن تعمل كل حاجة لكن بتفضل ضاغط نفسك للوقت بدل الضايع حتى تغييراتك كلها. أنت بتحاول تعمل تنشيط أنت من بره الآن من نتيجة الانتجة مش مطمئنة بالمرة. أنت بتلعب فريق حتى دفعية مش بعرفة دفع كويسة ولكن متكتل الهجمة الوحيدة اللي جاءت للشوت الثاني من صناعاتنا اتعادل بها واحد واحد. من صناعاتنا وخطأ لينا احنا. لكن أعتقد أن يعني ما كانش من الحق أو من العادل هما يطلعوا واحد واحد النهار دي. يعني صعب شوية برضو. لكن أنت برضو ماشي لأداء مفهوش جمالية كتير قوي لكن أنت مضيع مضيع هداف النهاردة في كورة صلاح محسن. هو طمع فيها شوية آه يا فاس ان الطمع لأن كان الناس فاضية كتير جدا هاجمة مرتدة. السمالة كويس. أنا ما لسا ما كاملتش كلام. هو طمع فيها شوية لكن مع التراجع المدافعين المحلة أي ما لقى نفسه قريب قوي للحارس المرمى. هو حتى طبعا بطن دي بلسنج حلوة بجد حلوة يعني هو لو لو كانت لو بعد شوية كده كنا كلنا هللوموا. لكن هي ممكن تقول هنا أنا حاصل سيء. في كمان تزديدة دي بتاعت السورية في تزيز كمان بتاعت رامي ربيع دي أعرابهم. يعني الجول مطلع على فكرة حاس مرمى تعمل معها قطأ جدا خبطت وجات في العرضة. يعني الكورة دي كلها تديك مؤشر يا أيمن في كورة رامي في كورة كمان بالهد كمان حاس تطلعها حلوة. لكن كورة رامي لأ كان هو محظوظ فيها. يعني كل دي مؤشرات ان انت يعني صعب المرة تطلع واحد واحد صعب يعني بجد يبقى كده صعب جدا. الى جانب انك ماشي. انا فاكرة ما تفهم معناس كتير قوي اهلوية ان الاداء ما فيهوش حلوة اداء. الحلوة الاداء مش موجودة حتى لو على فترات. بعدين دايما بيخش في نفس المشكلة. انك واحد صفر لازم واحد صفر نتيجة في كورة القدم نتيجة سيئة جدا جدا جدا. مش لازم ابص لمنافس. يعني المنافس ممكن يعمل هجمة زي ما حصل احرص فيك التعادل وكان ممكن يحرجك واحرجك لحد الوقت بدر تضيع. وبدأت تخش في متاهة انها ممكن اخسر نهاردة نقطتين. والمنافس المنافسين بلاحقوني. فبص ايما هو لعيب الكورة. ما انت بتفكر دي ما شغاله في الملعب. الوقت بيعدي وانت واحد واحد بالنسبة لك حسابات كتير قوي. يعني بقولك الهجمة الوحيدة اللي راحوا فيها. دي كان تحرك طبعا شريف. يعني لعبتنا كلها بتتحرك بعدها ما تحس بالخطر. هو كان الهجمة بالنسبة الهدف المحل كان خطأ. خطأ من قبل استلام من عمر السلام. ماشي على فاكرة مش هاجمل المحل. وخطأ مننا. وادوا يرجاعوا للماتش بخطأ مننا. هي خطأ مننا. وكما بس يقول رابين للمرمى اتعادله. انت بعد التعادل ابتدت ولا لا ما ينفعش. بيت تضغط هومين اكتر. تبدأ تتحرك اكتر. تبدأ تتمع شوية في المباراة. تبدأ محمد شريف يتحرك بالعرض اكتر. اللي انا عايز اوصله ايمن عشان خلاصة يعني. الحاجات اللي حصلت في اخر عشر ديائي ربع ساعة دي. هو ليه ما بتحصلش بعد ما بتجيب الهدف. ده اما يعني. على فاكرة ده سهل. يعني سهل لما تبدأت المباراة. تجيب هدف. بتبقى لسه. اللي اختك زي ما هي بتجري كويس. ما عندكش مشكلة. تدور على الهدف الثاني. ولكنك ما حرستش هدف. غير لما تبدأ في نهاية المباراة. وحمل بدن اجامد جدا. وتبدأ تدوس على نفسك عشان تدور على مكسب. فهي المعادلة كده. لو اتحسبت كده بمعادلة بسيطة جدا. الاسهل. 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 انك بعد الهدف الاول. تبزي المجهود عشان الهدف الثاني. عشان ما تبقاش تخش في الاوقات دي. الناس على عصابها وانت على عصابك. والفرقة بتضيع وقت ومشدود عصبيا. على فكرة الشدة العصابية دي نفسها ممكن تعملك إصابة. يعني ممكن تعملك إصابة. وبتبزي المجهود زيادة جدا. عشان تكسب. فهي عارف. يعني يا كلمة بالبلد كده. بعد الهدف الاول. احنا ما جبناش هدف. احنا لسه عايزين هدف. هات الهدف الثاني. مش هتضطر تعمل كل المجهود البدني اللي انت عملته.